اخبار اليوم فتت الجنبري مكوناتها قدامنا انية عندنا عيش بلدي ومقطعينه ومحمصينه وعندنا الجنبري ده تقريبا متين جرام جنبري وكوباية صلصة تماطم مع صلصة مضروبة في الخلاط ومتسبكة على النار ورشة توم ده توم ناعم مفروم وملح وفلفل وخل ونص كوباية بسمتي او كوباية حسب ما انتي هتعملي لعدد افراد قصرتك شو فيهم قد ايه تقريبا المقادير دي بتكفي حوالي اربع افراد هنبتدي دلوقتي ان احنا نقطع العيش البلدي بتاعنا بالمقص بنقطعه مكعبات وبالمقص اسهل بكتير تمام بنقطعه كده مكعبات كده تمام وبعد ما بنقطعه المكعبات دي اللي احنا شايفينها بنرش عليه شوية زيت ونحمصه في الفرن فرن حامي جدا بيطلع معنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبنحطه في الطبق اللي هنقدم فيه بيبقى محمص ومقرمش زي ما انتو شايفين كده بعد كده هو الحطوة اللي بعد كده هنفتح النار ونشوح الجنبري شوية بشوية زيت بشوية زيت وملح وفلفل ادي الملح تمام؟ ورشة صغيرة طوم طوم ناعم مفروم هنقلبه كده علشان كله ونحطه على طاصة حامية على النار يدوب يعني عشر دقيق مش اكتر علشان ما ينشفش معنا ويبقى زي الكاوتشا دلوقتي الجنبري نزل صص شوية فاحنا قبل ما هنحمره هناخد الصص بتاعه دوت عشان نسوي به البسمتي بتاعنا احنا حطين هنا حلق فيها كوباية ونص مية علشان كوباية البسمتي وهنحط فيها الصص اللي نزل من الجنبري عشان يبقى طعم البسمتي واخد من طعم الجنبري يبقى معمول يعتبر بشربك الجنبري لما يغلي المية دي لما تغلي هنطبلها بقى بالملح والفلفل وقادي شوية فلفل فلفل اسود وشوية زيت تمام هي بتغلي اهيت هنحط البسمتي ممكن البسمتي يطلع معيك لونه ابيض بطبيعته اللي هو اللون الابيض بتاعه ولو عايزاه اصفر ممكن تحطيله رشة لون اصفر دي الوان غزائية مصرح بيها بتدي لون حلو للبسمتي المية غليت هنحط البسمتي تمام كده ريحة المية بتاع البسمتي طالع منها ريحة الجنبري ملحها مصبوط والفلفل دي لها مصبوط والزيت هنسيبها لغاية ما تشرب ميتها ونوط عليه دلوقتي احنا رجعنا الجنبري تاني على النار بعد ما خدنا السوس بتاعه للبسمتي رجعناه تاني على الطاصة نفس الطاصة بشوية زيت تاني علشان ياخد وش شوية اهو كده شرب ميته خالص واتشوح حاجة بسيطة زي ما قلنا ما نكترش عليه على النار ما نسيبوهش كتير على النار علشان ما ينشفش ويبقى زي الكويتشا نفس الطاصة ديت هنعمل فيها صلصة الفتة هنحط شوية زيت ومعلاقة توم مفروم توم مفروم ناعم زي ما بتعملي الفتة بالزبط بتاعتي تمام نحضر الخل بتاعنا جميل حقنا الخل اللي حطلعه وهمية هنحط السلصة بتاعتنا دي طماطم مع صورة في الخلاط مع صلصة وعلى النار لحد لما باقت تقيلة انا بعملها بكمية وبشيلها في التلاجة او الفريزر فماطم مع صلصة على النار وبسبكها على النار من غير زيت من غير ملح من غير اي حاجة بتتقل معي وبعبيها في كلاس وبشيلها في الفريزر بتبقى تحت الطلب لو انت مشغولة او وقتك داية بتلاقي الحاجة دية بسهولة تريحك جدا هنعل النار وهنسيب السلصة بشوية مية تغليه وهنطبلها بالملح والفلفل البهارات المعتادة بتاعتنا احنا زي ما انتوا شايفين عملنا في نفس الطاصة اللي قالينا فيها الجنباري او شوحنا فيها الجنباري وفي نفس الوقت خدنا منه لما الجنباري نزل السوس بتاعه او المية بتاعته سوينا بيها البسمتي هادي الصلصة بتاعتنا جاهزة اول خطوة هنعملها للصلصة دي ان احنا هنحط شوية منها على العيش المتحمص بتاعنا الخطوة اللي بعد كدها بعد الصلصة هنحط الرز البسمتي بتاعنا اللي عملناه بشربة الجنباري المتحمص الرز البسمتي الاصفل واخد لون جميل الخطوة اللي بعد كده هنحط الجنباري اللي شوحناه على وش الطبق بتعمل هنحطينه بعد كده شوية صلصة هنحطينه بعد كده شوية صلصة بالرز البسمتي مش بالرز المصري هنحط شوية صلصة صغيرين صلصة الصلصة زين الفابدلة بالتون والملح والفلفل والخلط زي صلصة الفتة وخمال خطوة صبعنا ونزور ونزور بقى الطبق بتعمل كده عشان يبقى شكله خلو يفتح اللبس واساساً يعني شكله يفتح اللبس من دي حاجة جربوا الوصفة الجميلة دي بالرز البسمتي ويا رب تعجبكم وكل سلام انتم طيبين وفتح اللبس ما نسمى من دي حاجة وفتح اللبس وفيamatية وفتح اللبس مدرس 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 مدرس